مرحبا بكم في حلقة أخرى من سكوب تحدي اليوم سنأتي بأحدة من الشخصيات المهمة التي تقوم بها في تاريخ الأمن المغريب وهو السيحاميدو العنيقري وفي الحقيقة هذه القضية ستوقع ذلك الرد الشيخ الفيزازي ونحن نبحث عن علاقة معه ويطلع لنا معلومات أخرى على السيحاميدو العنيقري التي قلتنا نقوم بها فيديو سوف نقوم بعمل فيديو على شيء واحد أرى هيلارد نزيد نبحث فيها أكثر ويجرر معه هنا أخرى لتقدر تكون تغيب الصدفة في البحث فالعنيقري المعروف عليه هو أنه رجل أرض دوز إفريقية دوز حرب السيراليون دوز سينيغال دوز دول إفريقية كثير وإنسان مشهود له بالكفاءة العالية في المجل العسكالي عندما أرجع من إفريقيا كان ذلك الساعة قبطان وفي هذه الفترة كانوا يجب الحسن الثاني بالحرس الخاص الذي كان يمشي للإمارات نقله الإمارات سنة 1988 وفاشمشال الإمارات كان عنده روتبة اليوتنون كولونيل وكان عزيز على الشيخ زايد في الإمارات ربط علاقات كبيرة في المجال الأمني ومنها العلاقات مع الأمريكيين لأنه كانت لديهم ساعة قاعدة أمريكية في السويحان كانت لديهم علاقات كبيرة مع الأمريكان إلى غاية 1995 كان بغير يدخل بحاله للمغرب ولكن الحسن الثاني قال له لا ممكن أن يدخل المغرب لأنه يجب أن يكون مراقب اللقاء والأمور التي توقع في الخليج والأمور التي توقع في وسط العائلات الحاكمة في الإمارات كما تعرفون العلاقات بين الإمارات والمغرب وعلاقات كبيرة لأن المغرب ساهم في أنه يكون الدولة دي الإمارات كدولة السيحة من العناية قريب يجب أن يدخل صحيحة تقريب أن يدخل من 35 مليارد سنتيم تقريب أن يعد ذلك المدة التي تقضيها ويقضي أن الشيخ زايد أعطيه أحد لبرج في أبو ضبيت وعلاقات كده يجب أن يدخل بحاله إن حسن الثاني قال له لا ما يمكن أن يدخل بحالك أنا أريد أن يسمع أمي أمي إذا كان يحاول أتصال وإتصل بأحد الشيخ اسمه شيخ فيصل في الساعة ووزير صحة أو البيض وطلب منه يهضر مع الحسن الثاني أمي يمكن أن يدخل قال له هذا السيد انا لدي مندي لك الوحيد اللي يقدر يعاونك هو سيد رجل اعمال مغريبي حاولت تتصل به هو اللي عنده علاقات في المغريب كتر مني وهو اللي يقدر لليلقالك شي حل باش ترجع للمغريب فعلا تتصل بهذا السيد هذا هذا السيد هذا تدخله بعلاقاته وفعلا ارجع للمغريب وفاش رجع للمغريب كان الحسن الثاني في ايامه الاخيرة حيث كان مريض وكان ذلك الساعة بدأت تحضيرات يعني الانتقال دي الملك لولده محمد الساديس ففي هذه الفترة فاش دخل العنيغري يعني كانت علاقته بمحمد الساديس علاقة كبيرة وكانت مجموعة من الصراعات داخل القصر على السلطة في ذلك الفترة اللي سلمه محمد الساديس جوج ديال الاجهزة امنية وفي التاريخ ديال المغريب كله معمره شي واحد خداء جوج الاجهزة امنية كل واحد كيتكلف واحد باش كتبقى مفصولة وكل واحدة كتتحضي الاخرى وكل واحدة كتترد لبل مخرى ولكن هو سيته الوحيد اللي خداء جوج ديال الاجهزة امنية اللي فيها الدجي اس اف اللي فيها الدجي اس تي الى مغلط وكل انا يقوم باستخدام الاجهزة لانه يقوم باستخدام الاجهزة لانه يقوم باستخدام الاجهزة ومن بعدها تسلمت الجليل عبدون لا ارجي كان مدير عام ديال لا ارجي وفي هذه الفترة بثافة تجاوزات وقعت في حقوق الانسان بثافة تصفيات وقعت وهنا الأن ستظروا على هذين كانوا هذين هذين ستجعلوا وكيفين ان العنيقري او هذين ستجعلوا او هذين ستجعلوا لا يمكنهم تخيلها هذين ستجعلوا الصحيحة حيث كانت عندهم صناديق مفتوحة كان يعمل بالبنك المغرب من الممكن تخيله بالمليارات. زائد اللي كانت يعني رواتيب كبيرة تحركة دي لهم كانت في هذه بريم خيالية. علاش غير باش يعني يقضيوا مصالح ديال الدولة اللي كانت باغها يعني تقطع. ولكن في النهاية ديال يعني فاش وصل لواحد المستوى ديال السلطة اللي لم يمكنش تكنترول فيه. تمت واحد العملية ديال حيث أصلا يعني فكنش حويج وقعت في الجانب الأمني اللي ما كان حتى واحد كي قدر في السرهاب. حدث مثلا في العرف الأمني فاش كتوقع اهداث اهرابية مثلا في مدينة معينة بحده بشي مدينة وقع فيها شي حدث اهرابي. أول واحد كي طال هو مدين المخابرات. فكيفاش في 16 مي كان الحراري في الدار البيضاء هو المدين العام ديال المخابرات ديال المدينة. وفي الرباط كان المدين العام ديال المخابرات هو حميدو العنيري. فاش وقعت الأحداث المفروض انهم يطيروا بجوج. هذا أبسط حاجة اخسدة. ولكن لا. تمت الترقية ديالهم في نفس السنة. حراري ولا مدير مخابرات الوطنية بلاس العنيري. والعنيري تم الترقية على المنصيب المدير العام للأمن الوطني في المغرب. كيفاش غيرت فهمات شي. مهمة تسيد هذا بدات القوة دياله كتزاد وكتزاد 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 وكتزاد. تلواحد دنار قل لك. راه دار اكسيدون ودخل فيه واحد رموك. ورموك ملقى كيفاش انت في دولة. يقولك تفكيك عمليات ارهابية ومن احسن المخابرات في العالم وكتا كتا كتا. واحد مسؤول عندك ديال جنرال دار اكسيدون ودخل فيه رموك. ورموك ملقيته يعني انها كلها حاجة بنية. هناك نعرف باللي. ان المخزن خصوصا في المراكز الحساسة بحل هذه. يخدم بك ونهار كيسالي. كي يرميك. يعقل شعلك. وانتهى العنيقري فوق كورسي متحرك. يقولون ان الحالة دياله بدأتك تحسن ولكن. سوف يمشل التقاعد. وحتى واحد ما عرف النهاية ديال هالشي كله. شوفوا احنا لو صلتنا شيء معلومات خرا قدروا نعطيوها. فلهذا بغيت نقول لكم. هذا واحد من الناس اللي كانوا يعني جد اوفياء النظام. خدموا البلاد. نفدو بقاع الحويج اللي طلبت منهم بجميع اشكالها. وفي النهاية. شوف كيفاش كي. يعني ابسط الامور. يا اما كي يسفتوك لتقاعد. كي يحضوك. يا اما كي يقتلوك. يا اما. يا اما كي تقاعدوك وما كي يخليوك اش متلا تحرك بحرية ولا اشي لا. الى ما سالتيش بشي مرض ولا سالتيش بشي بشي سبيطار. فهنا التساؤلات كتطرح على شهد النس هدو اللي كيكونوا خدام الوطن دي لهم كي ينتهي وهد النهاية هدو. هذا السؤال بقى متروح وانتمنى ان نلقى الاجابة دي لكم في التعليقات. تحياتي لكم جميعا وطبا يومكم. تحياتي للمعتقلين سياسيا باش ما ننساش.